ترى أساس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداساً إلهياً بمناسبة عيد تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور وفي نهاية الخدمة التي أقيمت في كنيسة عيد التجلي المخلص وسط البلد بعمان دعا الأيكونومس إبراهيم دبور إلى السلوك في القداسة ليتسنى لنا رؤية النور المقدس والنحيا حياة الملائكة وأن نأكل طعامهم الذي هو عمل إرادة الله وتسبيحه وهذا يتطلب أن نكون ثابتين في الإيمان وعاشقين لكأس الشهادة وفي الختام شكر سيادته أبناء الكنيسة ولجانها على جهودهم المباركة وخدمتهم في الرعية كما كرم طلاب الرعية الذي أنهو المرحلة الثانوية بنجاح متمنياً لهم مستقبلاً دراسياً موفقاً عاونه في الخدمة عدد من الأباء والشمامسة بحضور جموع المؤمنين